أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية عن بدء سريان قرار تخفيض سعر تذاكر السفر بنسبة 20% في محطة عدن كمرحلة أولى وأن القرار سيشمل بقية المحطات كمرحلة ثانية وذلك بما يتلاءم مع قرار خفض سعر الوقود لطيران اليمنية وأوضح نائب مدير عام الشركة للشؤون التجارية محسن حيدر أن قيمة التذكرة تشمل ضرائب تصل إلى 25% من قيمة التذكرة منها حكومية ورسوم مطارات داخلية وخارجية وقد يتم تغييرها أو زيادتها بأي وقت من قبل الجهات المختصة وهي خاري اختصاص الشركة وقال أن شركة اليمنية أقرت أيضا زيادة نسبة التخفيض لمرضى السرطان وأقرت اعتماد مبلغا ثابتا 400 دولار فقط كقيمة للتذكرة الواحدة شامل الرسوم والضرائب الحالية حيث تم تحديد عددا محددا من المقاعد للمرضى في كل رحلات اليمنية إلى القاهرة وسيتم تحديد سعر ثابت للحالات المرضية إلى كل من منطقتين عمان وبومباي لاحقا ويأتي ذلك في إطار حرص قيادة اليمنية على إلاء الجانب الإنساني اهتماما كبيرا ترجمة نانسي قنقر